نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الأنشطة والفعاليات خلال شهر مايو الماضي يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدني والمشاركة في رفع معدلات الأداء للأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية حيث نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروع التدريبات العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لمحافظاتي الدقاهلية والمينيا تضمن التدريب عرض تقارير مدير الأجهزة التنفيذية للوقوف على مدى جاهزيتها واستعداداتها لمجابهة المواقف الطارئة وحرصا من القوات المسلحة المصرية على توعية مختلف فئات المجتمع بالطفرة الهائلة في مجال التنمية الشاملة تم تنظيم عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية لتوضيح دور القوات المسلحة في حماية الوطن وصون مقدساته بالإضافة إلى زيارة عدد من المشروعات القومية لمتابعة ما يتم إنجازه على أرض الواقع لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرية